اهلا بكم في اول فيديو بنقدمه النهاردة لشرح خاصية امس اي ميموري تريت اللي بتخليك تكسر سرعة الميموري بصورة سريعة جدا وبسيطة جدا في لوحات امس اي الخاصية اكسكلوسيف على لوحات امس اي امس اي هي اللي عملها فريق كسر السرعة في الشركة انت كمستخدم ما بتشتري الرامة الرامة دي تحتيها ناند او الرقاقات او اللي هي اللي ها بيتخزن عليها البيانات الرامات دي انواع او الناند ديت انواع في انتاج سامسونغ انتاج هاينك انتاج مايكرون وغيرهم من شركات تانية زي سبيكتك زي حاجات تانية كتير كأنواع موجودة في السوق جوة سامسونج با اه يعني الناند بتاعت سامسونج جوها في مدولات في بي داي في داي في اي داي كل واحد فيهم بيبقى له قبلية الكسر السرعة بشكل معين وتوقيتات معينة وبيبقى حسب هاند بيك دي يعني كل يعني ده افضل اي سي ممكن تشتريه بيشتغل بقى اقل فولطية تمام فده بيفرق كتير في فكرة الرماد فمش كل الرماد بتقدر تعمل له اوفر كلوب بنفس المساحة او بنفس السرعة يعني مش معنى ان صاحبك معاها ثلاثة امتين سيلس 16 18 18 من نفس الشركة اللي هي معاك نفس الرماد بتاعتها انك هتوصل لنفس الاوفر كلوب اللي هو هيوصله لا مش شرط تماما عشان بس تبقى عارف الجزئيه ديت وكمان الجزئيه ديت تتوقف عن معالج المعالج والبورده ولو ايم دي او انتل وفيه بروسسورات وبروسسورات يعني بروسسور جيل 10 مثلا بيشتغل مع الرماد البيضاي مش حلو قوي السامسونج يعني ما بيوصلش بيها لترددات عالية الجيل 11 بيوصل وهكذا خلينا بقى نبتدي مع بعض شرح خاصية ايه ميموري ترايت لان الميموري ترايت شركة امتين ساي قررت توفر على المستخدم فيها حاجة وسيطة جدا وهي كالقاتي ان الشركة قررت ان حضرتك لما بتحط الميموري البورده بتحدد نوعها ونوع النند اللي عليها وتقول لك مسلا ان الرماد البيضاي مسلا بتاعت سامسونج اخرها مسلا في الوفركلوك خمس تلاف مفيش راية ما بيضاي في الدنيا عدة الخمس تلاف اسناء التجربة بتاعته فحضرتك هتعمل كالقاتي اولا ما هتحط الرماد وتخش جوه هتخش على قسم او سي وبعد ما تركب رمادك وهتنزل تحت كده في القسم التاعة الديرام فريكوينسي والايم سي والكلام ده احنا بنشع على برده بي خمسمية ستنين ام بازوكا اهيت وبروسيسور 11600K اللي هي اللي انت ممكن تشتريهم بالشكل او اخر يعني كتوليفة يعني مش هتطلق اي ناين انا كنت ممكن احط ال اي ناين ان ال اي ناين اقوى في الوفركلوب بتاع الرمات في الترددات العالية اللي فوق الخمس تلاف هتنزل تحت عند ميموري ترايت هتطلق على ميموري ترايت بكل بساطة الرمات اللي انا مركبها اه بتيها لاند من هاينيكس هاينيكس بتنتاز ان هي فيها امكانية الوصول لسرعات عالية هتلاقي خمسة تف ستمية خمسة تف تف تلتونية ترتين ده مش معناها ان الرمات بتاعتي هتوصل للرقم ده تماما ده معناها ان الرمات بتاعتي ممكن توصل للرقم ده بس بظروف معينة من التبريد وخلافه ولو هي رمات بتشتغل بفولت قليل او هند بيكت انما في الطبيعي هتوصل لاربعتلاف في ما فوق كان بقى هنعدي خمسة تف من التبريد لأ طبعا لو هتلاقي البوردة ما اديه لك جير وان الجير وان بيدي اضاء افضل لا تنسي اقال. فهتلاقي ان البوردة مثلا بتديك اوبشانية تاتة ستمية سيلة تمنتاشر مسلا وتاتة ستمية سيلة وتمنتاشر جير وان كده كده الجير وان او جير وان شغال. تمام مع البروسترات بتاعة الجيل الحداشر في الجزئية ديت لغاية باس تلاتة ستمية ما فيش مشكلة ما انه تلاتة سممات تلاتة وتلاتين كمان ممكن تجيب وفيه حتى لغاية باسة اربعة تلاف بس هي لها طريقة معينة يعني انت كيوزر مبتدئ مش هتبقى قادرة من الكليبر الاربعة تلاف فالبرضه مفرر لك ابش انك تضغط عليها واتفعلها وشكرا بس الربعة تلاف دي بتتوقف على الماموري كنترولر تحديدا في الجيل الحداشر يعني البروستور هيكون عامل مهم جدا 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 لك خلينا بقى نتكلم في ايه ان احنا دلوقتي مسلا عايزين نعمل مثلا اه ولي يكون اربعة تلاف متين ستة وستين ماشي مجرد ما ضغطنا هنا غيرتها هي غيرت كمان ادت فولت واحد واربعة من نفسها ولو دخلنا في هي حاطت التوقيتات بتاعتها تمنتاشر اتنين وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعربعين جميل كل اللي احنا هنعمله كان قاكل هنضغط اف عشرة ونسايف ونشوف هيتفعل ولا لأ ونستنى مع بعض دلوقتي البروستور بيبتدي ياخد التوقيتات الجديدة ويبتدي يتعامل معرمات ويحاول يماتش الماموري كلوك مع الاي ام سي دخله او اللي هو الانترنال ماموري كنترولر زي ما انتم شايفين الجهاز اذا على طول اهو مجيش مشكلة البروستور دخلت زي ما انتم شايفين فوق اربعة تلاف متين ستة وستين طيب انا لو رامتي قلق يعني قابلت الربعة متين ستة وستين سيقل تمنتاشر السؤال هنا ممكن اوصل لحاجة احسن اه طبعا ممكن ان انت تفتح تاني وتقلل هنا مسلا تخليها سبعتاشر اول مرة ماشي احنا مش هنعمل كده حاليا لان انا بصراحة مش عارف يعني انا ما جربتش ان انا اوصل لاقل توقيتات على التردد ده تحديدا ولذا كان انت هتضغط سبعتاشر مسلا عشرين 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 وتعمل اف عشر وتشوف الريمات هتقيد معاك ولا لا وبعد ما تقيد هتبتتخش الويندوز والويندوز هتبتتعمل فيه اختبار للايه للماموري تشوفها ستيبل ولا مش ستيبل نخلينا تجربة كمان هنعمل ونجيب اه فين ميموري ترايت ميموري ترايت ميموري ترايت انا هتاها ليه ماشي الميموري ترايت هنا مسلا انا مسلا وليكن هجرب اربعة امنامية حاليا سيل تسعتاشر بشكل ما البوردة زابتت زودة الفولت زي ما انتم شايفين وغيرت التوقيتات بتاعتها والبوردة بتقولك انا ايه اللي حصل بالضبط لو تغير نضغط اف عشرة ونسايف ونشوف هل البوردة هتشتغل معنا ولا مش هتشتغل معنا بس دلوقتي برضا يحصل نفس العملية بس انت كل ما بتعلي التردد كل ما البوردة بتاخد وقت اكبر وبالما تبتدي تخش ويبتدي يعمل تشك ومش شرط احيانا كمان البوردة ممكن تفضل ما اديه لك ان هي ايه بتشك على الرميت وممكن تهنج منك وتحتاج تراسترها وهكزا يعني هدلوقتي لسه هي بادية تقوم وكمان ممكن متخشش يعني دلوقتي ممكن تخش على ويندوز مباشرة وده اللي هيحصل زي ما انتو شايفين وهتشوفها دلوقتي مع بعض دي حالة بتحصل اهي دخلنا ويندوز على طول مباشرة هنحط الباسورد هبتدي اشغلكو عشان افرقها على السرعة وهشغلكو برنامج ايه دار بقى ستين برضو عشان ايه بتشوف الوضع بعمل ازاي زي ما انتو شايفين هنا هوت البروسيسور هاداشر 600k بنبتدي نخش على قايمة موري الترد بالفعل باربعة تمنمية باربعة تمنمية باربعة تمنمية لان انت عندك دابل داتا ريت ماركته ايه اها اال ايها دار بعتدي اما اتكدش ان امتسطته ولكن ا pallet اشهدور كامل اختار 김� !! انا كنت اخافي صانعام لعداء32 النظام لان تهم تطبع مكون شايف والاعل موريج يستطيع يمركون معنى الجهاز انت ممكن في برامج تست كتير زي الاداربع وستين ممكن تتقضيها العاب وتخش تلعب على طول وتشوف ايه اللي هيحصل معك يعني في حاجات كتير من النوعية ديت في الوفركلوك فيه ناس بتحب ان هي تخش تعمل تلعب على طول مباشرة وتشوف ايه اللي هيحصل لها وفيه ناس بتحب اللي هي تست بالبرنامج وتشوف ايه اللي هيحصل معه حاليا الاداربع الان راح انت متفجد John مع سترك إذا هو الم options لان لكن ليس مستفج بالقديم اذا هو من ال arbائز ولي buckets الآن التالي يستطيع شينا سón من專ج راح ان cathars راح ان اضيف gates يقومي على هذا الجود هناك الرجلày م honour بالزبط مش هياخد منك وقت. هتفتح البرنامج كده. هيقولك طبعا ان انت نسخة تجربية بتخش ماشي بتعمل وتسيبه شغال قرابة الساعة. في الوقت دوت هو بيضغط على وبيضغط على هتلاقي درجة حالة البصورة بتاعت تزيد. وده بكده شرحنا للخاصية عشان لو حبيت ايه تخش المسابقة بتاعت ام الساي. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.